السلام عليكم معكم علي أهلاً ونسألنا بكم درس جديد إذا كنت بالمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتتم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن استخدامات present sample إذن استخدامات المضارع البسيط متى استخدم هذا الزمن الكثير يجد صعوبة في استخدام هذا الزمن لا يعرف متى أن يستخدم هذا الزمن وما هي الحالات التي يستخدم بها هذا الزمن في هذا الفيديو فقط نتكلم عن استخدامات هذا الزمن ما هي الحالات التي نستخدم بها زمن المضارع البسيط أو نسميها الحاضر البسيط لدينا سبع استخدامات لهذا الزمن يعني سبع حالات تمر معايا استخدم زمن المضارع البسيط ماذا يعني استخدام المضارع البسيط يعني استخدم الفعل بالتصريف الأول تكلمنا في فيديو سابق بشكل مفصل ماذا يعني استخدام الفعل بتصريف الأول لكن نركز في هذا الفيديو فقط على الاستخدامات تابع معنا هذا الفيديو لدينا كثير من الملاحظات على استخدام هذا الزمن كما قلنا لدينا سبع استخدامات لهذا الزمن يعني كان عندي موقف من هذه المواقف أستخدم مضارع البسيط يعني الفعل بالتصريف الأول كما نعلم الفعل له أو الفعل له ثلاث أشكال او ثلاث تصريفات eat بالمضارع eat بالماضي eaten اسم المفعول المضارع البسيط دائما يكون الفعل بالتصريف بالشكل الاول للفعل اول استخدام اذا كان عندنا habits يعني عادات routines اذا كان عندنا routine معين routine يعني شي متكرر habits routines يعني بمعنى عادات routine نستخدم هذا الزمن يعني الفعل يكون بالتصريف الاول كيف يعني عادات كيف يعني routine i always drink tea at home انا دائما اشرب شاي في المنزل اللاحظ استخدمنا الفعل drink بالتصريف الاول كما نعلم drink drank drunk اذا تصريف الاول يعني الشكل الاول للفعل لماذا يا استاذ استخدمنا مضارع البسيط لانه عندنا عادات انه دائما عادته يشرب شاي في المنزل عنده routine معين they wake up at 8 am يستيقظون في الساعة الثامنة routine هم دائما الساعة الثامنة يستيقظون اذا هذا صار عدني routine طيب routine ماذا يعني؟ يعني استخدم الفعل بالتصريف الاول لاقوا الwalk بالماضي يعني بدل a o اذا استخدم المضارع البسيط اذا اول استخدام نتبع عليه اذا كان لدينا habits اذا عادات او routine i always drink tea at home they wake up at 8 am الاستخدام الثاني للزمن ال present simple اذا كان لدينا permanent situations situations مواقف permanent بمعنى دائمة مواقف دائمة شيء دائم مثلا i love my parents وحبه والدي اذا موقف دائم اذا اذا الفعل بالتصريف الاول يعني بالمضارع البسيط لماذا؟ لانه موقف دائم دائما احب والدي i love my parents we live in USA نعيش في امريكا يعني دائما عايشين بامريكا ننتقل مكان ثاني اذا هذا موقف دائم we live in USA اذا كان عدنا permanent situations مواقف دائمة استخدم ايضا زمن المضارع البسيط يعني يكون عندي الفعل بالتصريف الاول او بالشكل الاول للفعل permanent situations i love my parents we live in USA the third one الاستخدام الثالث truth حقائق عامة ين دائما حقيقة عامة ما تغير اذا استخدم المضارع البسيط fish live in water يعيش السمك في الماء دائما نترجم عند الفعل يعيش السمك في الماء اذا لا يعيش السمك على الارض ولا في الهواء اذا هي حقيقة دائمة حقيقة عامة اذا fish live in water اذا استخدم الفعل live بالتصريف الاول يعني بشكل الاول للفعل water boils at 100 degrees celsius او celsius degree يعني يغلي الماء في درجة مئة او درجة الغليان الماء مئة درجة مئوية اذا هاي حقيقة المي عندما يصل لدرجة حرارة مئة يعني تكون temperature درجة الحرارة مئة يكون يغلي بهذا الحالة نستخدم زمن المضارع البسيط طبعا وضعنا s للفعل هيا نسميه s المفرد الغاب تكلمنا فيها تكلمنا عنها بدروس ماضية لو عندنا الفعل water يعني it مفرد اذا كان هي شيئة نضيف للفعل s اذا الاستخدام الثالث اذا كان عندنا truth حقائق عامة ما تتغير ثابتا استخدم المضارع البسيط يعني الفعل بالتصريف الاول او شكل اول للفعل fish live in water water boils at hundred degrees celcius the fourth one الاستخدام الرابع ل present simple للمضارع البسيط اذا كان لدينا times tables future time tables يعني جداول زمنية محدة في المستقبل نستخدم ايضا المضارع البسيط our train leaves at 2 am يعني يغادر لاحظ يغادر قطارنا في الساعة الثانية ايضا هذا جدول يعني رحلات الطيران رحلات القطار مثلا فتاح المدارس مناسبات رسمية محددة الى توقيت محدد لكن تحدث في زمن مستقبلي بهذا الحال نستخدم ايضا المضارع البسيط اذا زمن المضارع البسيط اذا كان عندنا جدول زمني محدد يحدث في المستقبل يكون الفعل بالتصريف الاول هو مضارع بسيط لكن ترجمه في المستقبل يعني نقول سيغادر قطارنا في الساعة الثانية هو مضارع بسيط لكن ترجمه في المستقبل اذا كان عندنا time tables and future جداول زمنية في المستقبل ايضا نستخدم مضارع البسيط وضعنا الفعل S هذه S المفرد الغائب فقط بزمن المضارع البسيط نضيفها لماذا our train كطار واحد مفرد يعني it يعني نضيف للفعل S the fifth one الاستخدام الخامس اذا كان عندنا directions or directions اتجاهات and instructions وارشادات اذا كان شخص ارشدني او خطوات معينة اتبعها ايضا استخدم زمن المضارع البسيط مثلا اذا كان عندنا رسبي معينة واصفة طعام معينة اريد شخص ان يتبعها استخدم ايضا زمن المضارع البسيط first يعني اولا 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 انت تكسر البيضات ثم اضف بعض الملح لاحظة استخدمنا الفعل break والفعل add بزمن present simple اذا زمن المضارع البسيط لماذا لانا لانا لدينا instructions تعليمات او توجيهات او خطوات لفعل شيء ما عند اذا استخدم زمن المضارع البسيط لدينا the six one الاستخدام السادس newspaper headlines headlines يعني العناونا الرئيسية للصحف او عناونا الصحف الرئيسية newspaper headlines عناونا الصحف الرئيسية يعني في عدنا مقال معين عدنا title او نسميه headline العنوان يكون عدنا present simple مضارع البسيط man enters space يدخل الانسان الفضاء او بدخل الانسان الفضاء طبعا اللاحظ s ايضا هاي اس المفرد الغائب عدنا قبل يكون عدنا مفرد نضع اس المفرد الغائب man enters space يدخل الانسان الفضاء اذا هالعنوان صحيفة رئيسي headline نستخدم زمن المضارع البسيط الاستخدام السابع لزمن المضارع البسيط future in time closes اذا كان عدنا مستقبل في عبارات زمانية مثلا اولا قلنا مستقبل ايضا يكون عدنا عبارة الظرفية نستخدم until حتى when عندما as soon as حالما after بعد before قبل اذا until حتى when عندما as soon as حالما after بعد before قبل الاحيب يحفظ هذه الكلمات بعدها بعدها دائما نستخدم زمن المضارع البسيط مثلا بحات المستقبل want هي اختصار ل will not لاحظ want هذه هي اختصار ل عندنا will نضيف عليها not will not نختصرها want يعني سوف لن i won't go out until it stops raining يعني سوف لن اخرج حتى يتوقف المطار لاحظ want مستقبل لدينا الكلمة until بعدها نستخدم الفعل بالمضارع البسيط لاحظ ضفنا ضفنا الفعل s هيا s المفرد الغائب لماذا لن قبلها it اذا اذا كان لدينا future in time closes مستقبل في عبارات ظرفية لاحظ عبارة ظرفية استخدمنا until it stops raining سوف لن اخرج حتى يتوقف المطار لاحظ مستقبل لدينا عبارة ظرفية تحوي على until عند استخدم الفعل الثاني بزمن المضارع البسيط الزمن الاول مستقبل الزمن الثاني يكون عدنا بزمن المضارع البسيط اذا دائما نذكر لدينا 7 استخدامات اذا كان عدنا عادات مواقف دائمة حقاق علمية اذا كان عدنا جداول زمنية في المستقبل اذا كان لدينا ايضا اتجاهات او ارشادات معينة اذا كان عدنا صحف رئيسية ايضا الان time closes الحب يستفيد من هذا الفيديو بشكل صحيح يحاول يتدرب على هذه السبع استخدامات لكي يعرف متى يستخدم المضارع البسيط وينهي عقدة استخدام هذا الزمن مجرد معرفة هذه الحالات تستخدم هذا الزمن بشكل صحيح اتمنى قدمت شي الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته